نذكر بأن الصور التي نشاهدها الآن جاءت منذ قليل من جدة من جدة لوصول سعوديين ورعاية من دول أخرى بعد إجلائهم من السودان عمليات الإجلاء تستمر من السودان من دول مختلفة تحاول إجلاء رعاية بالتنسيق مع الجيش السوداني يقول الجيش بأن عدد من عمليات الإجلاء ستتم عبر طائرات الجيش السوداني فيما تحاول هولندا إرسال طائرات لإجلاء رعاياها وأيضا بعض الدول العربية كالأردن والعراق في محاولة لتنسيق عمليات الإجلاء